في كل خريف تقوم المنظمة الفرنسية أنديكاب انترناسيونال بتنظيم تظاهرة جبار الأحذية في عدة مدن فرنسية هذه المنظمة غير الحكومية تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة الذين تعرضوا للإصابة خلال الحروب المنظمة تجمع التبرعات ليتم ضخها في مشاريع لمكافحة الألغام حول العالم اليوم نحن لا نعمل في الأمكن التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في المقابل نحن متواجدون في كوباني حيث نقوم بعمليات تنظيف وإزالة ألغام يمكن إحصاء عشرة ذخائر في كل متر مربع هناك إذا كنا نرغب بإعطاء فرصة للسكان للعودة والحياة يجب أولا تنظيف تلك المناطق إحصاءات العام 2014 تظهر أنه بمعدل يومي قتل وجرح أكثر من مئة شخص بواسطة الأسلحة المتفجرة حول العالم المأساة السورية تبقى الأقصى في الوقت الحالي حيث يحرم ذو الاحتياجات الخاصة حتى من نعمة الهجرة إذ تقف الإعاقة في بعض الأحيان حائلا أمام إمكانية التنقل بسهولة